بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع سلسلة كلمات فيما يتعلق بالكورونا الكوفيد ناينتين والفكسين إنها مواجهة مدافعة للواقع الذي نعيشه مع الكوفيد ناينتين ما زلنا عند المحطة الأولى للتزود بطاقة الإيمان واليقين لمواجهة التحديات والصعاب فالمسلم مبتلى في هذه الدنيا فنحن بحاجة إلى تجديد الإيمان وزيادته أيضا طلبا لزيادة قوة المناعة الحمد لله أيها الإخوة أننا لسنا أمام حائط مسدود يعني الخطأ والخطورة يعني أن نصاب بالإحباط والفشل أو باليأس أبدا هذا ممنوع المخارج والأبواب والنوافذ يعني كثيرة أبواب الخير نوافذ النور كثيرة المطلوب أن نأخذ بأسباب الفرج مهما ضاقت علينا الأمور أو شعرنا بهذا الضيق قال الله جل سناؤه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إذن علمه الله عز وجل وأرشده إلى التسبيح والصلاة فالتسبيح فيه حسنات فيه حسنات ورفع درجات وتكفير سيئات وفيه حفظ وقوة وهو من أسباب إزالة الهم والغم والكرب أيضا هو من أسباب رفع الهمة والقوة فأنت الآن في ضيق إذن فلا تكسر الشكوى بل أكسر التسبيح من التسبيح وقوله وكن من الساجدين الصلاة يا عباد الله الصلاة أيها الإخوة الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فعند الشدائد قم إلى صلاتك وقم في محرابك مناجيا ربك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فلها أي الصلاة فلها تأثير عجيب في حفظ البدن والقلب وقال رحمه الله تعالى وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا وفوائد الصلاة لا تعد ولا تحصى نتابع معكم ولكن في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى خفظكم الله من السوء والشرور أنا محدثكم زهير حسن عيسى من سدن إستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته